أهلاً وسهلاً بالجمهور الكريم كنا بدأنا الحديث في إحدى الحلقات عن التاريخ الأدبي لنص القرآن وأهم نقطة يمكن مناقشتها هي المصادر التي أخذ القرآن عنها باعتباره نص أدبي يقدم لنا ثقافة محلية للبيئة التي ظهر فيها من قصص كانت منتشرة على نطاق واسع الهدف منها تبليغ الرسالة والوعظ والإرشاد وتعميم الحكمة والمعرفة بين الناس ووضع أحكام وقوانين تنظم حياتهم وبالمحيط الذي يعيشون فيه كذلك علاقتهم بالخالق والطبيعة التي وجدت من أجله ليس النص القرآني الوحيد الذي أجريت عليه دراسات نقدية ولا زال مجموعة من الباحثين يشتغلون في هذا الحقل فالطوراة وكتب الأنبياء والأناجيل هي الأخرى تعرضت للنقد للنقد عفوا وعلى رأسها نظرية المصادر أو ما تسمى الفردية الوثائقية التي أجريت على التوراة بالخصوص وأول من طرح هذه النظرية هو اللهوتي الألماني هينينغ بيرنارد فيتر في بداية القرن 18 الميلادي وتتلخص نظريته في القول إن موسى ليس هو صاحب سفر التكوين كما يعتقد اليهود والمسيحيين بحسب هذه النظرية وإنما استمده من مصادر شفاهية مختلفة عندما كتب سفر التكوين مما جعل الطبيب الفرنسي جون أستريك في منتصف القرن 18 الميلادي يعمل على هذه النظرية فاعتقد أخيرا أنه وجد ما لا يقل عن أربع مصادر مختلفة وموسى مجرد ناسخ لهذه المصادر المختلفة لأنه لم يعيش فترة سفر التكوين وتتابعت سلسلة الباحثين الألمان والفرنسيين على الخصوص بهذه النظرية على التوراة كلها إلا أن خرج الباحث الألماني يوليوس ويلهاوسن في بداية القرن العشرين بالنتيجة النهائية مفادها أن التوراة لها خمس مصادر مختلفة على سبيل المثال تقول النظرية أن كاتب سفر التكوين سواء كان موسى أو غيره في قرون متأخرة استخدم كلمة إلهيم في الإصحاح الأول للتعبير عن إله بني إسرائيل بينما استخدم كلمة يهوى في الإصحاح الثاني من سفر التكوين ابتداء من العدد الثالث فالرد بحسب علماء اللهوت بالنسبة لهم بسيط جدا لم يدرك هؤلاء أي الباحثون وهو أن موسى استخدم كلمة إلهيم عندما كان الأمر يتعلق بالخلق السماوات والأرض بينما الحديث عن قصة آدم استخدم كلمة يهوى وهذا النهج موجود كذلك في سفر المزامير للنبي داود حيث كلمة إلهيم في الإصحاح سعطاش العدد الأول إلى العدد سبعة لأنه يتحدث عن مجد الله في الكون السماوات والأرض بينما في العدد الثمانية إلى آخر المزمور يتحدث عن الشريعة والوصية الربانية للبشر استخدم كلمة يهوى وللمزيد من المعلومات في هذا الموضوع أقترح عليكم قراءة كتاب في البدء للدكتور أشرف عزمي نعود لموضوع النظرية نظرية المصادر وتطبيقها على النص القرآن نجد هناك خاصية قد لا تسعف النص القرآني باعتباره كلمة الله الموحى به للرسول محمد كلمة كلمة حرف حرف بخلاف الكتب المقدسة الإبراهيمية فهي حسب العقيدة الشائعة أنها كتب مقدسة كتبها رجال الله مسوقين بروحه أي روح القدس كما نجد في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد 21 بمعنى أن الكاتب يستخدم أسلوبه الخاص لتوصيل الرسالة فالأناجيل الأربعة على سبيل المثال رغم أنها تتحدث عن نفس البشارة إلا أن كل واحد استخدم أسلوبه الأدبي والفكري في كتابة بشارته نعود للنص القرآن قلت سابقا في الحلقة 34 من مرنامج صندوق الإسلام مع الأستاذ حمد عبدالصمد إن قصة تكسير النبي إبراهيم للأصنام التي كان أبوه يصنعها موجودة في مدراش ربا وهي قصة غير موجودة في التوراة كذلك قصة فتية أفاسوس تلايا أفاسوس وهم أصحاب الكهف في القرآن لا توجد في أي كتاب مقدس للمسيحيين وإنما قصة من التوراة المسيحي السورياني وقد تكلم عن هذه القصة الأستاذ سيدني كريفت في مقالة بعنوان التقليد المسيحي والقرآن العربي وقد قدم النص الأصلي من اللغة السوريانية ويعتقد أن القصة كتبها ماري عقوب سروجي في القرن الخامس الميلادي وهناك من يعتقد أنها قصة نقلت من الموروط الشفهي المسيحي السورياني على يد الأسقف ستيفان الإفاسوسي سنة 449 ميلادية وهي قصة رمزية وليست حادثة تاريخية كما يعتقد أغلب المسلمين إذن يتضح من هذه القصة القرآنية ذات جرد تقليدي لمصادر مسيحية وكذلك مصادر يهودية غير مقدسة قبل أن ننتقل إلى أمثلة للمقاطع من القرآن نقلت بالحرف أو المعنى من كتب سابقة يجب أن نطرح بعض الأسئلة المهمة وهي هل حصل تغيير أو تبديل لآيات قرآنية في عهد محمد والصحابة؟ هل هناك أدلة قوية تفيد أن القرآن نقل من كتب أخرى قبله؟ هل هناك اعتراف ضمن ببشرية النص القرآني ليمكن تهامه بنظرية المصادر؟ نحاول الجواب على السؤال الأول هل حصل تغيير أو تبديل لآيات قرآنية في عهد محمد والصحابة؟ الجواب تجده بصراحة في صورة النحل وإذ بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون الآية 101 وهي كما يقول علماء الإسلام مكية إلا بعض المقاطع ليست منها هذه الآية يعني أقصد الصورة وفي العصر المدني هناك إشارة لهذا التغيير في صورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآية 106 والنسخ ليس فقط معناه التغيير بل أيضا التدوين تدوين النصاخ أي بداية حقيقية لتكوين القرآن في الفترة المدنية أي فترة الحكم والسيطرة كما قلنا سابقاً هناك من المشاهدين الكرام من سوف يرد بآيات أخرى من القرآن تقول لا تبديل لكلمات الله صورة يونس والأنعام 34 سوف نرى في الحلقة القادمة هل هناك فرق بين هذه الآيات أم تناقض؟ وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر